جوز كلامة وكل موظف بوز وشبرين وما بيتحاكى بس بدي يزد الشغل على غيره المهم خلصت المعاملة بالأخير ولا لا؟ لا يا ستي ما خلصت ليش في معاملة بهالبلد بتخلص بنفس اليوم؟ ومع كل الرجل طول النهار وقت وصلت عالشباك اللي بدي أختم منه آخر ختم خلص الدوام شوان خلص الدوام؟ لسه هلأ الساعة 12 مو المفروض دوام للموظفين للساعة انتين؟ المفروض بس مين بيقدر يقول لا أنا مثلا؟ طب ليش ما رحت عند المدير اشتكيت؟ لأن المدير كمان كان خالص دوامه من ساعة لأ وكل ما حكيتي مع موظف بيطلع عليك بالعالي بيهددك إنه ما يمشي لك معاملتك ها بيالحشب الدرج لحتى تموت وبتقومي بتطري تسكتي وتتحملي العمى؟ شو هدت السيوب هاد؟ هاي البيروقراطية بعينه؟ لأ يا ستي هذا الفساد بعينه طيب وهلأ شو بدك تعمل؟ شو بدي أعمل يعني بدي روح بكرة بس بكرة إن شاء الله ما رح طويل شو ضامل لك إنك ما تطول بقا؟ لأنه أنا طالع من المرور شوفت جارنا أبو باسل مي جارنا أبو باسل؟ لك جارنا اللي بالحارة اللي ورانا ما عرفته بس هو عرفني وسلم علي ايه وبعدين؟ طالع أبو باسل بيشتغل بالمرور وقال لي بكرة روح لعنده وهو بخلص لي الموضوع مع أنه ما بحب الوصايت بس يعني شو أعمل؟ ما تركوا لي حل؟ ها حدا أبو باسل بس ما يكون غير رأيه يا رب ايه رد رد؟ ألو؟ أهلينا بباسل أهلا بالجار يا أهلا ايه على موعدنا إن شاء الله؟ شلون جار؟ أيوة ايه تكرم عينك؟ وفطور كمان ايه شو علي؟ على الساعة تسعة إن شاء الله الله معك شرفة ستي هي البيروقراطية بعينها رشوة واستغلال وفساد ومحد الضحية غير مواطن معتر مثلي ليشو بدو؟ بدو يعني مر الصبح أخده معي بالسيارة وأخده معي فطور ايه وإن شاء الله رحتعمل مثل ما بدو؟ رح مر أخده معي لأنه مو خسران شي هيك هيك هو ع طريقي أما أني فطره ع حسابي إلا والله ما حزار ورح أرد روح ع نفس الشباك وقف نفس الوقفة لحتى خلص المعاملة بدون ما موظفي حط علي وحدك قال فطور قال العامة جوز كلا سفر رحب اشتركوا في القناة